السلام عليكم وحمد الله وكاته كل متابعينا في معمل الكيميائي وقناتنا على اليوتيوب ناس كثيرا اول تتكلم على كيمات ازالة الشعر ازالة الشعر بدون الم في منها كيمات في منها جل في منها سباي في منها صابونة ممكن نشتغل باي حاجة ممتقاعدة تكون مظبوطة والاكتف انجريديان اللي احنا بنشتغل بيها بعد الفاصل تابعونا عشان نعرف ازاي حنشتغل على كيمات ازالة الشعر ثايرجولايكوليك اسد او حمض الثايرجولايكوليك السولت بتاعته كالسيام ثايرجولايكوليت بوتاسيام ثايرجولايكوليت بايم سالفايد دي كلها اكتف انجريديان تبتستغرب في عملية الازالة تمام كيمات كتير جدا موجودة في السوق المصري وموجودة برو لكن بتختلف في شكلها بتختلف في ارحتها بتختلف في الملمس بتاعها لكن في النهاية هي كلها بتعتمد على نفس الاكتف انجريديان البيز اللي احنا بنحط فيها الاكتف انجريديان دي سواء كانت جل سواء كانت كريم فوم اسبري كلها بتعتمد على نفس الفكرة المهم ان القاعدة بتاعتي تكون بتستحمل البي اتش العالية اللي هي بتتكلم من حداشرة وستة من عشرة لغاية اتناشرة وسبعة من عشرة علشان الاكتف تقدر انها تشتغل طب تشتغل ازاي السؤال جميع بتشتغل انها بتعمل هيدروليسيز او بتعمل بيك داون للبيسالفايد بوندر اللي موجود في الكاتين او البروتين يعني باختصار بكسر البروتين بتاع الشعرية عن طريق ان انا بفصل البيسالفايد بوندر بتاعتها بكسرها فبتالي الشعر يقدر ان هو يزال باي ابليكيشن سواء كانت بقطعة بلاستيك او بفوطة او بليفة او باي حاجة في حاجتين بيقسروا في عملية وسرعة الازالة اللي هي البيئتش الخاصة بالمنتج بتاعي كل ما البيئتش بتاعها كل ما سرعة الازالة تكون اكتر تاني حاجة نسبة المواد الفعالة اللي انا باشتغل بها ناس كذي حاولت تعمل الديبلاتر كريم او كريم الازالة وفشلت فشلت مش نتيجة ان هم ما يعرفوش ايه المواد الفعالة او ما يعرفش الفكة اللي هو بيقوم عليها لكن فشلت لان بقابلتهم مشاكل كتير جدا 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 في خلال عملية التصنيع طبعا اول مشكلة بتقابلنا اللي هي ريحة ودي ما لهاش حال لازم استخدم بيرفيوم يقدر يستحمل البيئتش العالية دي وده ببقى صعب الحصول عليه فيه تكنولوجي دلوقتي تقدر تعمل البيئتش ده لكن ما بتبقاش متوفرة عند كتير من الناس تمام تاني حاجة اختيار القاعدة المناسبة لازم القاعدة اللي انا استخدمها تكون بتتحمل البيئتش العالية يعني ممكن ان انا اشتغل باملصفية يكون جميل جدا في اي لوشن او في اي كريم انا باستخدمه للجسم او للبشر لكن ما قدراش يتحمل البيئتش العالية اللي انا باشتغل عليها تابعونا عشان نشوف في الحلقة الجادية ازاي حنحضر كريم ازالة الشعر